أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية سرعة دخول المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة دمياط إلى الخدمة وخلال اجتماع مع عدد من المسؤولين أشار مدبولي إلى الدور الكبير لمثل تلك المشروعات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتناول الاجتماع استعراض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة في بعض القطاعات وذلك بتكلفة تتجاوز 14 مليار و 500 مليون جنيه سواء من خلال التمويل الذاتي أو عبر الخطة الاستثمارية للمحافظة